اقوى وصفة لطبييض الجسم من الواجه للكدامين جربوها فعالة بنسبة 100% ومضمونة ومجربة مش بس كده هتقديلك على الهالات السوداء وعلى النمش وعلى البقع البنية الداكنة هتشيلها من اول مرة استخدام هتخليك ناصعة البيض بشرتك ناضرة جدا هتقديلك على النمش وعلى الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء هتفتح لك الواجه 3-4 درجات من زيتها بقى ان الليمون ومعجون السنان بيفتحهم من اول مرة استخدام وكأنك خدت ابرت ناضرة عايزة اقولك اقوى من البوتكس واقوى من ابر الناضرة اقوى من الفلر عايزة اقولك هتفتح حوالين الشفايف والخدود كمان البقع البنية والتصبغات الجلدية هتقديلك عليها من اول مرة استخدام فعلا هتحس كأن هي كنث صلوا على رسول الله شاركوا الفيديو في البداية على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد ولو اول مرة تشوفوني انا مامة سولة اسراء فاتح السكتشن اول حاجة كده هنجيب كباية وحنجيب لموناية ونص تكوني غسلها كويس جدا ومقطعها بقشرها لان انا هستخدم اللمون بقشره وحابدأ كده اضيف اللمون بقشره للكباية تمام؟ عايزة اقول لك بقى هتحس كأن انت واخد ابر نضارة او كأنك عاملة فيلر او بوتكس بصوا السر كله في ده كمان ده اسمه هترسول النعناع اللي هو تونر النعناع لو ما عندكيش استخدمي مغلق النعناع ولكن لما يبرد تماما فانا هنا هبدأ استخدم معلقتين من تونر النعناع تمام؟ وده زي ما قلتلك لو ما عندكيش اغلي النعناع واسيب المية تبرد واستبدلي بيها بصوا حبايبي اهو كده انا حطيت التونر بتاع النعناع علمون ميزة الوصفة دي ان انت بجد لما تجربها هتدعيلي عليها هتستغني بقى عن الكريمات وعن اي حاجة عايزة اقول لك هتخليك بيدو زي الاشطن من اول مرة والله العظيم استخدام هتقولي ودعا للنمش والكلف والخطوط البيضاء والتجعيد بجد اللي بعمله كمان في الكباه ده من اكتر الحاجات اللي هتزلك التجعيد في خلال 3 ايام مش هتلاقي تجعيد فوق الشقة حتى لو عمرك فوق الستين سنة هتجيبي كده اربع مكعبات من التلج لاني لازم تبقى مسلجة او وسقعة تبقى سقعة جدا وإحنا بنستخدمها وزودت مية سقعة تمام يبقى كده احنا استخدمنا النمون والتونر النعناع والمية المسلجة وكمان مكعبات التلج هنقلبهم كده كويس سوا مع بعض عايزة اقول لكم كمان ريحة حلوة قوي والله العظيم اللي انا بعمله ده اللي في الكوبة ده بالاخص بيباع بره غالي جدا جدا ده لو لا انا تحفة يعني كمبيلة كده لشد التجعيد بعد كده هنجيب طبق تاني صالوا بقى على الرسول الله اكتبوا لي في الكومنتات بتشوفوني او بتتابعوني منين وما تنسوش تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد دي وصفات طبيعية سهلة وبسيطة ولكن لها مفعول السحر مش هتكلفنا كتير ولكن قسما بالله هتديك نتيجة مستحيل بره تديك نتيجة دي بعد كده هجيب لموناية والصفاية علشان مش عايزة التفل ولا البزور وحبدأ كده اعصر لموناية كاملة هنعصر كده لموناة كاملة يعني الوصفة دي بقى عايزة كمان لأقولك مناطق الحساسة الاندر ارومو البكيني هتديك تفتيح رهيب رهيب حبدأ يا حبيبي اضيف معلقة من السكر الابيض السكر عادي بتاع الاكل مش البني السكر الابيض بتاع العصاير والشاي وكده وحبدأ ان انا كده اقلب وامزق كويس جدا السكر مع اللمون عشان تبقي عارفة السكر مع اللمون من اقطع الحاجات اللي بتدي الجسم نعومة وتفتيح حبدأ اضيف بالزبط معلقتين من الخل الابيض ما تخفيش مش هيبقى فيه تحسس خالص للبشرة حتى لو انت بشرتك حساسة الوصفة دي جبارة اصلا هاخلط كده الخل مع اللمون والسكر كويس جدا تمام بعد كده بقى حبدأ اضيف نص معلقة فقط لغير من البيكنج بودر وانا اتكلمت على البيكنج بودر كتير قبل كده وقلت ما تستغنوش عنه يا بنات لانه اقوى من اي غسول للوش ولانه هو بيقشر الوش تأشير طبيعي جدا والجسم معموما على فكرة البيكنج بودر كمان بيقضي على الحبوب بس اهم حاجة ان احنا نستخدم مقادير معينة يعني ما تقطريش اعمل الوصفة بنفس المقادير اللي انت شفتيها دي او بنفس الخطوات هنقلبهم كده كويس مع بعض وبعد كده هنستنى تلات دقايق لحد ما يهدو خالص وبعد تلات دقايق المفروض ان احنا نكمل الوصفة يعني مش اول ما تخلطي البيكنج بودر تشتغليه فانا زي ما قلتلك كده ان الوصفة دي كمان بتزيلك خطوة رفيعة البيضل في الجسم وبتديكي تفتيح وتوريد رهيب للاندرارم البكيني الواكي الجسم عموما بلا استثنى تديكي لون حلوة قوي ضفت هنا ربع معلقة فقط من بودر العكر الفاس اللي هو بودر الدم الغزال طيب لو ما عندكيش البودرة دي استبديليها بعصير يعني اقل من ربع كبا يعني معلقتين كده من عصير البنجر لو ما عندكيش العكر الفاسي انا مش بستخدم لون طعام لا انا بستخدم بودر العكر الفاسي اللي هو بودر دم الغزال وده هتلاقي بيبقى عند اي عطار بس ده بيكون شكله هقلب كده وامزك كويس قوي العكر الفاسي مع كل المكونات هتدينا اللون التحفة ده ما تقطريش عن الكمية ديت لان بجد انا هعمل معاكو حاجة دلوقتي انتو هتدعولي عليها وكمان ريحتها حلوة جدا يعني هتديكي تفتيح وتأشير وتنعيم وتوريد وريحة هتديكي كل حاجة هنا بقى هنسيب العكر الفاسي مع كل المكونات اقل حاجة لمدة دقيقة يعني هنسيبهم كده يختمروا سوا لمدة دقيقة بالزبط الوصفة دي بالاخص عايز اقولك ان انت هتستغني بها عن حاجات كتير قوي كمان مفيدة جدا لما بنحطها حوالين الشفاف نفسها يعني مش عالشفاف ولكن حوالينها انا عايز اقولك ان هي بتفتح بطريقة خالية يعني هتستغر بيها جدا هابدأ قضيف هنا الركز او في الخطوة ديت لانه مهمة قوي معلقتين من الدقيق الابيض مش هنستخدم النشا نهائيا الدقيق فقط علشان تدينا قوامة كريمي وحد قضيف ربع معلقة صغيرة من الخميرة والخميرة هنا انا قصد اضيفها لان الخميرة ايه ده وفيتها للكلام ده كله بتدي كمان انتلاء للبشرة وضفت حاجة لا تذكر يعني حوالي كده 3 معالق من المياه المغلية وهخلط كويس قوي كل المكونات اهم حاجة بقى هنا ان انت تبدالي تخلطي كده اقل حاجة اربع دقيق علشان ده مش كناع لان احنا هنستخدمه ككريم كده تقدري طبعا تستخدميه ككناع وتقدري تستخدميه ككريم انت حتشوفي النتيجة دلوقتي اصلا هتمبهري مش هتصدق ان انت عملتيه في البيت لان انت عشان تشتري علبة زي دي من برا ممكن تشتريها بتلات اربع خمس تلاف جنيه ومش مجرد كلامه خلاص لو والله فعلا يعني بدون ذكر اثمي حاجات ولكن انا كنت بشتري الحاجات دي غالية جدا من برا فلا انتوا عملوها في البيت بطريقة سهلة عايز اقولكم ان انا ما بقتش بشتري نهائيا اي حاجة خاصة بالبشرة ولا الجسم من برا نهائيا اللي بعمل حاجات دي في البيت وبستخدمها بجد نتيجتها حلوة وفعالة بنسبة 100% والكل حيسألك عن سر جمالك المفاجئ قلبتهم ومزجتهم كويس جدا هبدأ اضيف حاجة بسيطة جدا من معجون السنان وهتخلطي عايز اقولك ان معجون السنان حيدوب حيدوب معاهم بس احب دي اضيف معلقة سغنانة كده من مية الورد مية الورد اللي انا بستخدمها ممزوجة بالعكر الفاسي برضو انت تقدر تستخدمي مية ورد عادية تمام على فكرة انا اللي بصلنا عن مية ديت ولكن هبقى اعملكم فيديو عنها ان شاء الله اللي عايز طريق تصنيع مياه الورد الممزوجة بالعكر الفاسي كتبلي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم اخصوص حمزة كده كويس قوي مية الورد مع كل المكونات بالشكل ده بصوا هنا المعجون بتاع السنان مع مية الورد حول لنا الجمال ده كله لكريم ناعم تماما يعني خلاه ناعم اكتر من الاول بصي تحفة 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 فانا هنا قلبته كويس وهوريكي برضو شكله بصي عامل ازاي بقى ناعم جدا وانسيابي تماما زي الكريم بالزبط ولكن كريم رهيب يعني عشان تشتري من بره غالي اوي هتبدأ يجيب اي علبة تكون مجففة عندك كده معقموها كويس وهنبدأ ان احنا ننقل الكريم بتاعنا صلوا بقى على رسول الله لما صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كم انت حلو شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا وجد حب ان كل البنات تستفادوا جزاك الله وكل خير الوصفة دي بقى كمان مش بسل البنات دي دي الكبار السن لان فعلا هتصغر العجوز وترجع حصابية هتصغرك وترجعك بالزمن كده بالزبط عشرين سنة لو استخدمتها باستمرار عايزة اقولك ان كمان اللي في الكوباية ده قاهر للتجعيد مش هتستخدمي من نهار ده بعد الكريم ده ولا نقطة ميكوب قولي ودع للميكياج اصلا ده لانه وبديكي نعومة وتفتيح وتوريد وجمال وشكل طبيعي رهيب اقوى كريم تفتيح وشد للتجعيد وتحفيز للكولاجين هيخليكي تستغني عن كل الكريمات وابر النضارة والبوتكس هو ده واقوى تونر على الاطلاق هو ده هنبدأ نجيب بقى الحباية ديت وده فيتامين هيه وده بيباع فيه الصيدلية وده انا بحبها جدا للبشرة لانها بتدي نعومة وبتدي توريد وتفتيح ونضارة جميلة للبشرة وحبدأ كده ان انا اخلط كويس قوي الفيتمين مع الكريم بتاعنا كده الكريم بتاعنا بقى مركز مش نقصوا اي حاجة تقدروا تقولكم بل التفتيح هاخلط بس كده كويس قوي الفيتمين مع الكريم علشان يمتزجه مع بعض وهنا هتلاقي ان الكريم بتاعك بقى بيدوي بيل مع كده شايفت جمال؟ شاركي بقى بالله عليك الفيديو علشان الكل يستفد لو حسن انت استفدت وعلشان الكل يعرف الافكار الجميلة ديت الفكرة دي الاول مرة هتشوفيها معايا انا وبس فاشاركيها وجزاك الله كله خير الكريم ده بيتم حفزه في التلاجة وبتستخدميه بشكل يومي ازاي احنا بقى بنستخدمه هقولك ازاي انتي ممكن تستخدميه ككريم لو استخدمتي ككريم يبقى تستخدميه حاجة بسيطة جدا مش الكمية اللي انا بستخدمها نقطة فقط لا غير طيب انا عايزة تفتيح فوري استخدميه كقناع مش بس ككريم هتفرديه كده على وشك على المنطقة اللي انتي عايزة تفتحيها في نفس الوقت هتفرديه وتسبيه لمدة نص ساعة هتلاقيه نشف تماما هتقطري بقى الكمية كده سواء الاندرارم البكيني الكواعر ركب الوش كعوب الرجل هو ينفع للجسم بالكامل هتسيبه نص ساعة بالزبط وبعد نص ساعة في ركيف حرقات دائرية واخسلي وحتيدعي عايزة اقولك بيشيل كل طبقات الجلد الميتة والغمقة بيفتح لك البشرة عموما سواء الجسم او الواجهة اربع درجات وده من اول مرة استخدام بيحفز الكولاجين بطريقة خيالية فبيشد التجاعد عايزة اقولك من اول مرة استخدام قولي ودعا للنمش والتصبغات الجلدية والبقع البنيات دا كنا وده لانه بيشيلها اصلا وبيرجع البشرة اللونها الاصلي ده بالنسبة للجسم بالنسبة للواكه بيعمل نفس الحاجات دي ولكن الواكه احنا بنسيبه ربع ساعة فقط لا غير ولكن الجسم سيبيه نص ساعة انا عايزة اقولك ان هو كمان وانتي بتفركي كده بعد ما بينشف بيشيل معاه الشعر الوبري اللي ما بيطلعش بالليزر كمان ميزة الكريم ده انه بيدي توريد رهيب هيبقى ثابت معاك كده التوريد ده بالاسبوع او لحد ما تعمل الكريم تاني زائد بقى انه مش هيخليك تحط نقطة ميكياج لانه هيفتح لك بشرتك اربع درجات تلاقي البشرة نظرة حتى لو بشرتك مجهدة فانتي حبيبتي هتلاقيها نظرة جدا ونعمة جدا الكريم ده بجد معجزة ومن اقوى الحاجات اللي انا انصحك ان انت تجربيها لان في كل حاجة فتح البشرة بيقى دي عالتصبغات بواحد لون البشرة بيقى دي عالنمش والكلة في الخطوط الروبيعة بيحفز الكولاجين بيزيلك تجعيد في ثواني عايز اقولك معجزة ده فعلا هيرجعك بالزمن عشرين سنة وكمان لو انت من نقطة هتحس ان انت لأ بيبي لسه مولود بشرتك حلوة جدا ونعمة جدا اما بالنسبة بقى للتونر ده فده حبيبي التونر ده انت اصلا لو جربتي مش هبطل تعمليه لو معنديكش مغلن يعني هتستخدمي عدن يعني هعلى فكرة عادي جدا طب ده بيعمل ايه ده بقى حبيبتي هتستخدميه كده ممكن بقطعة من القطن انا بفضل اغده كده بمعلاقة وحطه على ويشي على طول بغرق ويشي بيه كل يوم انا بستخدمه شروف التلاجة كده وطلعه هو بارد كده ومنعش بيبقى سائع جدا وغرق ويشي وغرق ايدي واسيب لحد ما البشرة تشربه قاسما بالله انا عايز اقولك بيتغلق لداخل البشرة بحس ان بشريتي صافي قوي كأننا عاملة فيلتر بالموبايل كأننا عاملة فيلر او بوتكس او ابر ندارة بخلي بشريتي نعمة جدا 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 وناضرة جدا فيش بقى رؤوس سوداء ولا بيضاء ولا الكلام ده اما بقى لو انت كبيرة في السن فصدقيني لو استخدمت التونر ده بشكل يومي طبعا ما بتخسريش الوش بعده ان هو قصر ريحته حلوة جدا وبيدي مظهر حلوة للبشرة فصدقيني لو استخدمتيه بشكل يومي حتى لو عمرك فوق السبعين مش هتلاقي تجعيد وهتقولي ودع للتجعيد نقدر نستخدمه لأي منطقة في جسمنا حابين نديها نضارة او ريحة حلوة او تفتيح او نشد التجعيد او الخطوط البيضة الرفيعة فيها كمان في حاجة مهمة اوي في التونر ده ان هو بيقضي على الندبات واثرها كمان من اكتر الحاجات اللي هتقديرك على الحبوب ويمنع ظهورها هو ده كمان تقدر تستخدميك دهان كده تحت القبط الاندر ارمي يعني علشان تمنعي العرق وتمنعي الريحة الكريهة بتاعت العرق جربي بقى التونر حيديك بشرة ناصعة البيضة